المشروع متميز المشروع متميز المشروع متميز بيتم ترجمة المهارات اللي استفاد منها الطالب بهاي المرحلة اللي هي بتبلش من الكي جي عمر الأربع سنين للصف الخامس تقريباً عشر أحد عشر سنة زي الصبايا الحلمين اللي معنا وبعدين هذا الشي بيخليهم يحسوا أنهم عمليات التعلم تبعتهم مش منعزلة عن الدنيا بالعكس هم جزء من المجتمع تباحهم وعندهم مسئولية تجاه المجتمع المحلي والعالمي حلو كتير طب كيف بيتم اختيار الموضوع اللي هم المفروض يعملوا مشروعهم عنه الموضوع هم بيختاروه ايش بيحبوا يبحثوا بايش بيحبوا يبحثوا بيختاروه وبالأخير لازم يكون في عندهم فعل يفضل يكون إلو دايمومة وآخر شي بيعملوا زي معرض وبيجوا الأهالي وبيحضروا ونوعية الموضوع اللي بيختاروه ما في إلهاء شروط كهوة علمي اقتصادي بيكون هو تابع لوحدة بحث يعني هلأ آخر شي كان عندهم أعدة مواضيع فيه عن البيئة فيه عن الاحتباس فيه أكثر من موضوع وهذا الموضوع هم هاي المجموعة كانوا بفضل يدرسوا عن الاحتباس الحراري جميل جدا طب كيف بيتم تقييم المشروع ريتا؟ يعني فيه علامات معينة كيف بيتم تقييم عمل الطالبات وكيف بيتم تقييم المشروع نفسه وهل بنعطوا علامات وكيف بيصير عملية النجاح يعني بعدين يعني هل فيه نجاح ورسوب بالنسبة للمشروع ولا كيف بيتم؟ هو المشروع بيكون زي فيه تقييم لإله من أكثر من مرحلة نعم وبمربع مراحل كثيرة بأول شي بيكون فيه بحث بعدين فيه الجمع المعلومات بعدين فيه آخر شي اللي هو المشروع العمل والعرض وعلمات مش كتير مش متأكدة من موضوع العلامة صراحة بس هو بيكون لأنه فيه هم معلماتهم هم صف خامس معلماتهم هم موجودين نحن المرشدين المرنامج بيقامن أنه المدرسة بتأمن متطوعين من المدرسة معلمات يكونوا مرشدين لأنه حضرتك مش معلمة صف الخامس صف مختلف صف الأول ولكن أنه أنت مرشدة هذا المشروع للطالبات طيب تمام حلو كتير زينا أحكي لنا كيف قررتوا أنه تحكوا عن الاحتباس الحراري وتبحثوا عن الاحتباس الحراري أنا أول إشي ما كنت أعرف كتير عن الاحتباس الحراري ولا أنا معدين أنه كنت عم بحكي أنه لازم هاي تكون مشكلة عالمية تمام والاحتباس الحراري هو كتير خطير وممكن أنه يسبب كتير أشياء مش منيحة للكوكب فأنا أنه المستات قالوا لنا أنه نقرر أنه نكتب على ورق ونعطيهم تمام طيب كيف قررتي أنه الاحتباس الحراري كيف اكتشفتي أو قررتي يعني أنا اللي فهمتوا منكم أنه أنت صاحبة فكرة الحديث أو البحث عن موضوع الاحتباس الحراري صح؟ تمام كيف إجتك هالفكرة كيف قررتي أنه من إحنا بدنا نبحث عن الاحتباس الحراري إنه أنا أول إشي كان أنا وصحباتي كنا عم نحكي مع بعض كلهم إنه كان وقتا كل حدا عم بفكر عن إيش بدون الموضوع فإنه أنا صرت أفكر وبعدين إنه توصلنا مع بعض أنا وصحباتي وكان فيك إنه ناس بدهم احتباس حراري تمام أنا شوي قرأت عن الاحتباس الحراري إنه مش كتير إنه أول إشي فهمت قلت إذا أنا مش كتير بعرف عن الاحتباس الحراري ليش ما أناقي هذا الموضوع وهو كمان خطير فلما أناقي إنه بصير دي أبحث عنه وبصير بالآخر أعرف عنه كتير حلو حلو براهو عليك طيب بعد ما قررتوا إنه الاحتباس الحراري شو صار؟ لما المستات عملوا لنا مجموعة كتبنا أسئلة إنه عن إيش بدنا نعرف عن الاحتباس الحراري تمام وبعدين بعد ما كتبنا أسئلة عملنا خطوط البحث والفكرة المركزية من الخطوط البحث إنه عمقناهم أكتر وعملنا الفكرة المركزية وإنه صارة هلأ ممكن تحكي الفكرة المركزية تمام تمام شكرا صارة تحكي لنا إيش كانت الفكرة المركزية ممارسات وخيرات البشر يمكن أن ينتج عنها كوارث من شأنها أن تؤدي إلى خلل في التوازن الطبيعي لكوكبنا جميل جميل جدا حلو طب صارة هلأ أنتو خلينا أكمل معك قررتوا أنه الاحتباس الحراري بعدين بلشتوا تشتغلوا شو الخطوات اللي قمتوا فيها يعني إيش كانت الخطوات الحقيية والعملية اللي عملتوها مشان أنكم تطوروا البحثكم عن الاحتباس الحراري إحنا أول إشي بدنا نكتب أسئلة عن الاحتباس الحراري مشان أسئلة بدنا نعرف أجوبتها بعدين بس خلصنا الأسئلة بدنا نطلع من الأسئلة اللي حسناها قوية بدنا نطلع خطوط بحث ومن خطوط البحث بعدها طلعنا فكرة منكزية وبكل خط بحث بدنا نبحث عن كل شيء وبعدين نعمل استراتيجية على الإشي اللي درسنا عنه وطلعنا معلومات عنه ومرشدتنا بتقيمنا وكمان المربيات صفنا بتأكدوا إذا إحنا يمنشتغل منيح بتابعوا معنا حلو حلو كثير يعطيكم العافية طيب زين هلأ أنتوا بعد ما قررتوا عن الاحتباس الحراري قررتوا أخطوا أكشن قررتوا عمل ممكن أنه يساعد في التقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري شو عملتوا؟ إحنا قررنا أن نبعث رسالة إلى وزارة البيئة اللي مكتوب فيها أنه يفرض على المصانع زراعة عدد معين من الأشجار سنويا عشان هيك بيساعد بيخفف عن التلوث وكتير بيساعد تخفيف عن الاحتباس الحراري وإحنا رحنا إلى وزارة البيئة وقابلنا السيد أحمد الرسان وعطانا معلومات كثير وقال أنه رح يحاول يساعدنا أكثر ما بيقدر هو كثير أنه عجب أنه احنا تفكرنا بهذا الموضوع نعم السيد أحمد الرسان هو مشاهد أمين للوزارة صح؟ مصبت تمام يعني كيف كان تقبل الوزارة؟ عفنزين هلأ برجع لك بس كيف كان تقبل الوزارة؟ بصراحة كثير كانوا مستقبلين بطريقة كثير حلوة نعم وتقبلوا البنات وقعد معهم الأستاذ وناقش معهم ووعد أنه يحاول يساعدهم أقدم بيقدر بتحقيق هذا الطلب حلو حلو كثير طيب زين نرجع لك كنتي عم تحكي لنا عن الوزارة وكيف أنتم فضتوا على الوزارة شوف شو عملوا لكم كيف بطريقة تقبلهم لأي لكم شو حكوا لكم؟ هم أخذونا لحالنا وبلشنا نحكي معهم وحكينا لهم أننا نطور المجتمع نخفف من الاحتباس الحراري وبلشوا أنه يساعدوننا كثير هلأ وصلنا هلأ إحنا واعيين أكتر وهم كما صاروا واعيين عن موضوع الاحتباس الحراري حلو حلو كثير طب بعدين وعدوكم أنهم يحاولوا أنه مثلا هذا القانون طبعا نحن نعرف أنه الوزارة تسين قانون معينة أو يعني تطلع في قانون موضوع كثير صعب مش بسهولة لأنه بدوا مراحل كثير يمر فيها بس أنه حسيتوا أنه ممكن بيوم الأيام فكرة قانون أنتو طلعتوا فيها ممكن أنها تصير على الأرض الواقع أو عشان هم قالوا أنهم رح يحاولوا يحطوا رح يحاول يساعدوا عشان هم حكوا أنه هو كان قانون منطقي أنه رح يساعد كثير ناس وحساعد تخفيف عن كثير أشياء حلو حلو طب سارة كيف أثرها فيكم هذا المشروع أنا بس بديت أنه أخذ عنه وهيك نشتغل بالأكزابيشن كثير تحسنت عندي مهارات للاستماع وتدوين البيانات مشان مثلا بس أسمع لمرشدتي وأسمع وجهات نظر زميلاتي وبتدوين البيانات بس أتعلم إشياء بس أكتبها على استراتيجيات وكثير صرت هيك أحس حالي متسائلة ومتعاونة زي بس أسأل سؤاله كثير كون جعبالي أعرف جوابه وبس أتعاون مع زميلاتي بس أساعدهم بإشياء وهيك يعني برافو برافو عليكي برافو طيب زينة أحكي لأنتي بالنسبة لك كيف كانت تجربتك مع المشروع يعني شو حسيت حالك تعلمت المشروع من أول لآخر وهل بتعتقد أنه مرة تانية لو كنت مطلوب منك تعملي مشروع معين أو إشي تاني في الحياة هاي المهارات التي تعلمتها في هذا المشروع ممكن إنها تساعدك هي ممكن إنها تساعدني لأنه أنا كثير تعلمت وإنه ممكن إنه بنات صغير إنه يساعدوا المجتمع بأي إشي ممكن يعملوا زي إحنا بحثنا وعملنا الأغنية وهذه الأغنية نشرناها لكثير ناس وكثير ناس إنه إنه علقت برأسهم وصروا كل أهالي يحكو لنا إنه هاي الأغنية كثير حبناها وإنه علقت برأسهم هذا كان هدفنا إنه شان يعرفوا الكلمات وهي الكلمات إنه نشر الوعي عن الاحتباس الحراري حلو وهذا إنه أنا كمان تعلمت إنه ممكن إنه إحنا نبحث بأشياء وأنا صرت إنه أحب أبحث بأشياء زي مشاكل عالمية زي التلوث وهيك أشياء حلو حلو مين كتب كلمات الأغنية؟ إحنا نجتمعنا مع بعض وكتبنا الكلمات ممكن نحطها وبس إحنا خطرنا لحن معروف وقديم شان الناس تكون صهلة لإلهم إنه يعرفوها حلو ومين سجل لكم الغنية؟ إحنا أستاذ الموسيقى رحنا سجلنا عنده أستاذ أيمن عماري أستاذ أيمن عماري وسجلنا عنده وإنه كانت كتير حلوة حلو كتير الأغنية في الآخر كانت جزء من متطلب المشروع يعني كان لازم أنهم يعملوا أكشن غير يعني هو الأكشن اللي عملوه راح هو وزارة البيئة بالتأكيد كان أكشن كتير حلو ولكن كان من متطلب المشروع أيضا أنهم يعملوا شيء له ديمومة؟ هم حبوا أنه يعملوا أغنية حسوا أنه الموسيقى ممكن توصل لأكبر عدد من الناس وينشروا الوعي لأكبر عدد من الناس حلو طب نحن منحظنا أنه الغنية عندنا نحاول نسمعها منقدر نسمع الغنية تمام لزيال الشعاب طماع أو realise الإحتباس متعشد دخяли وصانع سيارات حتى منس بيع الشاعر ه요 المسؤولة كبيرة ridersköولة قبل نضيع الكوكات من إيدنا كيف مسؤولة الكوكات من إيدنا استعملوا هربت بتوفير وقوية لا تنسوا تضراجين هوائية استعملوا هربت بتوفير وقوية لا تنسوا تضراجين هوائية ازرع ازرع وضلك ازرع من كوكبنا مش رح نطلع ازرع وزيد الاكسوجين ليس مستقبلنا امين طعو طعو يا باشر الاحتباس متاشر دخل مصانع سيارات حتى من سبي الشاعر يا سلام يا سلام يا سلام عليكم يعني بتستاهلوا زعفة كتير كبيرة وهي كمان الشباب المصورين ورا الكاميرات كمان عم بزعفو لكم يعني برافو عليكم انا كتير مبسوط وحاسس يعني مشروع كتير حلو اكيد رح يساعد بدي تحكولي عن جد هلا بتحسوا انه هلا انتوا بنظام البي واي بي خلينا اسألك سارة مثلا بتحس انه اذا انت تقيمتي في المدرسة انا نجاح ورسوب بهذا النظام انه على مشروع عملتي احسن من الامتحنات العادية اللي هي التقليدية عادية انه انتحان واحد بروح بقدم بنجح وبرسوب ولا لا لا انا بحس هيك احسن لانه هيك منتعلم بطريقة احلى انه مو زي دايما كتب وحفظ انه احنا هيك منتعلم بطرق غير طرق انه بتخلينا نحب نتعلم فمشان هيك انه بنكون احسن وهيك احلى من الامتحنات العادية حلو بكون ممتع اكتر اه حلو طيب زين شو رأيك احنا هلا انا بحس هيك احسن عشان احنا صرنا تواصل تواصلنا وبعض صار عنا مهارات تواصل اكتر صار عنا مهارات تفكير زي ما صار قالت مش بس نحفظ نقرأ الكتب انه صار 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 نعرف انه نتشارك المعلومات ما بعض برافو برافو طيب زين احكي لي اش كان اصعب اشي في الموضوع يعني وين اللحظة اللي حسيت انه يهذا الاشي صعب انا حسيت انه الصعب هو انه اول اشي انه لما احنا كان فيه بورد ولازم احنا نعلق عليه اشيائنا واستراتيجياتنا فاصعب محل انه كنا بنا نعمله هو لما كنا بنا نعرض انه احنا كان لازم انه نعملنا مسرحية واغنية فانه كان اشي اصعب اشي هو انه لما نعمل مسرحية ولا حدا من انه انه يلخبط احنا ولا حدا هيك عمل عشان كنا احنا مركزين وكلنا انه كان عاجبنا العمل والاشياء فاحنا ما لخبطنا ولا انه توترنا عشان كان انه كان انه هات جهدنا واحنا مبسوطين منه وهيك نعم حلو كتير طيب ريتا يعني نسبيا المشروع الجديد نوعا ما شو رأيك فيه وكيف تشوف الاختلاف بينه وبين التعليم التقليدي اللي هو بالطلقين يعني هو المشروع هذا او البرنامج هذا بي امن بي انه المتعلم لازم يكون متعلم مدى الحياة واي شي بيتعلم الواحد انه يضلوا معه ما ينسى والطلقين صار يعني المعلومة بدل الواحد طلحها من اي مكان فلازم يكون فيه اشي عندهم مهارات يستعملوها بالحياة لطريقة التعلم الجديدة حلو حلو كتير حلو كتير طيب يعطيكم العافية انا مصوت كتير انكم يجيتوا لعنا شكرا جزيلا للكم وان شاء الله رب العالمين منشوفكم هيك دائما متطورين نشوفكم في اماكن كتير يعني مهمة في البلد وفي العالم بدي اشكركم مريتا شكرا للك شكرا للك اهلا وسهلا زيلنا شكرا اهلا وسهلا سارة شكرا اهلا وسهلا وزين شكرا اهلا وسهلا هلا شوفوا شو راح نعمل في عنا تقرير اسمه منصف بلدي راح نقدم هذا التقرير راح ادمو انا بعدين بعد ما ادمو قبل ما نطلع على الفاصل بنا نرجع نغني الغنية كمام مرة تمام؟ طيب بنا نغنيها طيب انا بدي ادم بس شوف يعمنا بعد هاي الفقرة في عنا تقرير منصف بلدي وهو بتأكيد يعني زميلنا احمد الزعبي هو يعني برنامج ساخر اليوم لزقة جروح عنوان الحلقة تقريبا وبدنا ننتقل الو او بلاستر الجوع عفا عنوان الحلقة اليوم بلاستر الجوع ننتقل ولكن مع اصداء اغنية الصبايا قابل ما يضيع الكوكب من ايدينا استعملوا هاي بيت بتوفروا قوية لا تنسوا الدراجة الهوائية استعملوا هاي بيت بتوفروا قوية لا تنسوا الدراجة الهوائية ازرع ازرع طلب ازرع من كوكبنا مشرح قطلة ازرع وزيد الاكسلوجين ليسي مستقل نأمين توعو توعو قياب عشر الاحتباس التعشر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة